ناشطة حقوقية ونسائية مصرية عرفت بتاريخها النضالي الكبير في تأسيس الحركة النسائية المصرية كانت الانطلاقة الأولى لها لتحرير المرأة في العالم العربي عموما والمصري خصوصا إنها هودا شعراوي التي توفيت في 12 ديسمبر عام 1947 ولدت نور الهودا محمد سلطان الشعراوي في مدينة المينيا بصعيد مصر في 23 يونيو عام 1879 لأسرة من الطبقة الراقية كانت في مقدمة الحقوقيات المطالبات بتغيير حياة المرأة ومساواتها مع الرجل وإدخالها في الحياة السياسية كما أنها صاحبة مواقف وطنية كمناهضة للتقسيم فلسطين والوقوف ضد المستعمر الإنجليزي لمصر أنذاك ثورة 1919 أبرز محطات تاريخها النضالي إلى جانب المناضلة صفية زغلول الملاقبة بأم المصريين حيث حشدتها لأكبر مظاهرة نسائية بتاريخ مصر الحديث ونجحت مطالبها قحق المرأة في التعلم كانت أول امرأة مصرية تسافر بلا محرم إلى أوروبا في ذلك الزمان ترأست الاتحاد النسائي مما سعدها في الدفاع عن القضية الفلسطينية حيث اقترحت الضغط على بريطانيا لرفض التقسيم أعطت هودا شعراوي الدفعة الأولى التي جعلت نساء مصر الآن يتحرقن إلى التحرر والتغيير والمشاركة الإيجابية اليوم للنزول إلى الانتخابات يبدأ التغيير دائما بحركة أولية وهي الخروج عن الصمت والعمل هكذا بدأت هودا شعراوي لبداية جديدة بخروج المرأة اليوم ومشاركتها الفعالة في كل مناحي الحياة